عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ النهاردة ان شاء الله هنبتدي الجزء الاول من الشنطة. آآ انا عاملة لون بس انا اثناء الشرح حطيت لون آآ يوضح الغرز. آآ الشنطة هتاخد حوالي تلات بكرات. لو انت حباها جبيرة شوية. يعني الشنطة تكبر معاك. هاتي اربع بكرات. آآ خيط. آآ ممكن تجيبي هيمالايا دولفن او آآ اي نوع من الخيوط قطيفة. بس يعني لازم الخيط بتاعك يكون السمك اللي هو لازم يكون السمك تخين. شوية كده. تمام? آآ لو انت عندك آآ خيط رفيع آآ اجوزي. مفيش مشكلة. انا عملت كده. يعني اللون الاسود لما جبته كان رفيع شوية. ما عجبنيش السمك بتاعه فقطرت ان انا اجوزه. بس الافضل ان انت اشتري حاجة تكون الفاتلة نفسها بتاعتها تخينة. كل ما بيكون الفاتلة تخينة في الموديل ده. كل ما بتبقى افضل في الشغل. تمام? هتاخد مسلا حوالي تلات بكرات. آآ وزي ما قلت لكم النوع ممكن تشتري اللي هو بتاع بيبي دولفن ده بيبقى حلو اول للبطنيات والشنط. عشان ما تبقاش الشنطة تقيلة. الشنطة اللي احنا هنعملها النهاردة من غير داعم. تمام? بس فيه تكنيك هنمشي عليه. عشان الشنطة تبقى زي ما انتم شايفين كده بتبقى ثبتة كده ووقفة. ما تبقاش ان هي آآ ما تبقاش ان هي آآ مش مسكة نفسها. طبعا محتاجين بطانة. البطانة لازم تكون تقيلة. عشان تقدر ان هي تثبت الشنطة كويس. تمام? آآ اهم حاجة في الشنطة دي الاعداء. دي. الاعداء لو ما تزبط. هوا الصح. الشنطة مش هتطلع معايك مصبوطة. طبعا ما عليش خط اللون الاسود ما بيبقاش باين في الغرز. بس عايزة اقول لكم ان احنا هنشرح الغرز بطريقة بحيس ان احنا مش عايزين خروم في الشغل. يعني عايزين الشنطة كلها تمشي حتة واحدة في الشغل. آآ الشغل النهاردة مش هيعتمد على ان انت بتشتغلي تاك 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 آآ يبقى فيه ناس سريعة وبتعمل عمود بسرعة وبتخلص بسرعة? لا. الموديل دا لأ. الموديل دا لازم تشتغلي كل غرزة وتسحبي الخيط عشان الشنطة ما تبقاش مخرمة وتديكي بعد كده نتيجة كويسة. الاعداء اهم حاجة في الشنطة الاعداء دي. هي دي اللي هتزبط معاكي الشنطة. كويس جدا. وهي اللي هتخليها سبتة ووقفة. وطريقة اتقانك للغرز هي اللي هتنجح معاكي الموديل دا. تمام? آآ زي ما قلت الموديل اللي الكبار والصغيرين مش شرط للصغيرين بس يعني لو انت عندك برضو آآ مستن اللي هو آآ آآ اطفال آآ حد اتناشر تلاتاشر مفيش مشكلة بيلبسوها. وبردو الكبار والله برضو بيلبسوها بيروح بها النادي بيروح بها البحر. كده يعني. الشنطة حلوة. وفي سؤال اللي انا تسألت عليه. آآ هو ممكن آآ بيتبهدل. لأ. القطيفة مش بتتبهدل. بس طبعا آآ الاطفال يعني ما تتجرش على الارض. آآ ما تتحطش جنبها حاجة آآ بتتوسخ منها تطري تخسليها كل شوية. يعني كل حاجة مننا محتاجة المحافظة خاصة خيوط الهندميد. تمام? وبردو الشنطة ممكن تنفيزيها باي نوع من انواع الخيوط القطن. يعني ممكن مسلا تعملي المكرمية او السلسلة بتبقى برضو حلوة جدا. يعني مش شرط ان انت تنفيزيها بخيوط القطيفة. يلا بقى نبتجي مع بعض ونشوف اول حاجة في الجزء بتاعنا النهاردة اللي هو الدايرة اللي اعتبارها اهم حاجة لنجاح الشنطة. بصو احنا في البداية حنعمل القعدة بتاعة الشنطة. انا هنا جوزة الخيط. طبعا انت لو نجي بقى الخيط اللي هو التخين ما تعمليش الخيط مجوز. لان فيه الخيوط بتبقى آآ سميكة فمش محتاجة ان انت تجوزي الخيط. المهم ان احنا هنسيب جزء من الخيط كده على ايدي الشمال. وهنشتغل بالجزء التاني. هنا انا هعمل بس معاكم هنا البداية. اهي. هنا هنبتجي عشان احنا مش عايزين الشنطة يبقى فيها اي نوع من الخروم من تحت. فهنبتجي ان احنا نجيب الخيط كده بالشكل ده. اهو ونطلع. تمام? اهي. كده. دي بالنسبالي هتبقى بداية القعدة. هنعمل كم غرزة? هنعمل خمستاشر. وهنعمل واحدة ارتفاع. يعني يبقى ستاشر غرزة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر اهي خمستاشر غرزة وهنعمل واحدة ارتفاع لان احنا دي مش هنشتغل فيها. احنا هندخل هنا. تمام? طيب. طبعا هناخد هنا الجزء من الخيط ده معنا. هنا القعدة بتاعتي مش هتكون بغرزة الحشو هتكون بغرزة العمود. هياخد لفة على الابرة. بص بقى هنا لطريقة الشغل. عشان كده انا هنا بس حبيت اورها لكم الخيط القطيفة. لان بعد كده هكمل الشنطة بلون بس بنوع خيط قطن. بس هبقى ماشي معيكم برضو بالخطوات هنا. لان المشكلة ان انا كل الموديلات اللي انا بنفذها لي من دول كلها باللون الاسود. هياخد لفة هنا على الابرة وحدخل في اول غرزة عندي من هنا. بصوا بقى وانتوا بتشتغلوا بالخيط القطيفة. تمام? انا هنا مستخدمة ابرة رقم اربعة. ما تكتريش عن اربعة. اهو. خلاص المفروض ان احنا هنعمل العمود هنا. بنعمل ايه بقى? بنيجي نسحب اول غرزتين. وانجي بتسحبي اول غرزتين. اسحبي الخيط كمان. كده. يعني شجي على الغرز. برضو هنا. بتعملي ازاي? كده. وبتريت تسحبي الغرز. يعني تلفي كده. اهو. كده. اهي. شجي الخيط لتحت. مش عايزين يبقى فيه فراغات في الابرة خالص. كده. بعد كده تقومي. شدة قوي. كده. ليه? عشان الغرزة تبقى محكمة معيك. بالشكل ده. كده. طبعا هي هتاخد وقت معيك شوية. بس هتطلع على الشانطة مصبوطة. اهي كده. زي ما احنا شايفين. بسوا. تشدي الغرز. وارد وانت بتطلعي اول ما تطلعيش العامود كله مرة واحدة. يعني اشتغليه اتنين وشدي واتنين وشدي تاني. بالشكل ده. كده. تمام? ده الحاجة اللي انا حابة بس اوضحها في اول الشغل. اهي. بتحط اتنين وتشدي. وتشدي تاني. اهي. اندخل الغرز عندي. فتحة الموجودة اهي. بصوا. لازم تسحبي كده. ما تخليش العامود مريح مهوي. لا. كده. بالشكل ده كده. اهو. بصوا. بصوا الشدة الاول. اهي. بعد كده. تاني. هندخل. اهو. تشدي. بصوا لما عملنا بقى الحركة دي ما فيش اي خروم في الشنطة. خالص. بصوا القاعدة اهي. فيش فيها اي خروم. اهي. يعني مدملكة هو ده اللي احنا عايزينه. لان احنا الشنطة مش هنحط بوري مش هنحط حاجة. بس هنعمل ايه? احنا هنحكم الغرز بتاعتنا. اهي. بصوا انا بشدي ازاي? شدي الخط على قد ما تقدري. وبعد كده تطلعي باخر العمود التاني. هتكملي طبعا الكلام ده لحد ما نوصل لاخر العمود بتاعنا. بس انا بس حبيت اقوريكو بس الاول طريقة الايه? للشغل عشان يبقى العمود معاكو مش مخروج. اهي. الشدة دي مهمة جدا في ان القاعدة بتاعت الشنطة بتاعتك تطلع سليمة. آآ جامدة. ما هيش الشنطة تبقى تحطيها تنام? لا. الجزء ده اهم حاجة عندي فيه الموديل القاعدة. تمام? طبعا هنا هنيجي لي الغرزة الاخيرة. هندخل فيها. اهي من هنا كده. وهنبتدي نشتغل فيها اول عمود. مبارده زي ما قلنا بنسحب الخيط كويس جدا. بالشكل ده. كده. ادي اول عمود. هدخل تاني اعمل تاني عمود. شدي كده. اهو. تالت عمود في نفس الغرزة. احنا دلوقتي شغالين في غرزة واحدة بس. تالت عمود. هدخل تاني اعمل رابع عمود. اهو. بص انا بشد ازاي? وهيجي على العمود الاخير. وهعمل اهو. هسحب وشدي كده. هيبقى هنا عندي كام عمود خمسة. هنشتغل بقية الاعمدة الموجودة. زي ما قلت ما ننساش نسحب الخيط كويس جدا. اهو. كده. هنشتغل لحد ما نوصل للجزء الاخير ده. خلصت هنا الجزء كله. بس هكمل معاكم بخيط القطن عشان يبقى واضح في التصوير. اه لو حاب تعمليها بخيط المكرمية او بخيط الكليم. لو لو الكليم هيبقى نفسها للغرز اللي احنا عملناه. لو المكرمية بدل ما هتعملي السلسلة عشرين غرزة بدل خمسة عشر. تمام? آآ بصوا بقى هنا المفروض ان احنا هنا هنشتغل في الجزء. جينا خلاص هنا وصلنا لاخر غرزة. فحبتجي اعمل واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. شايفين انا بسحب الخيط ازاي? حتى لو في الخيط المكرمية برضو او قطن. تسحبي كده عشان العمود ما يبقاش آآ مفتوح منك. طيب. هنا عملنا اربعة لي مش خمسة لان انا في بداية الشغل هنا. تمام? آآ سبت غرزة. هي دي هتبقى الغرزة الخمسة. هبتجي ادخل هنا في الجزء دوت. وحبتجي ان انا اعمل منزلقة. بالشكل ده. بعد كده هترتفعي بالخيط سلسلتين. هتيجي على الغرزة اللي جنبها. وهتعملي واحد اتنين. يعني هتعملي غرزتين في نفس المكان. بقية السطر هنكمله عادي خالص. بقية السطر. بصوا. بصوا انا بشتغل بسحب الخيط ازاي كده. اهو بقية السطر هنكمله عادي خالص 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 لحد ما نوصل للخمسة اللي احنا كنا عاملينهم مع بعض. على فكرة انت مش محتاجة هنا الماركر ولا اي حاجة. الغرز حورها لكم ان هي هتبقى بينة. يعني مش محتاجة ان انت تعلمي الماركر وعشان ما تغلطيش والكلام ده. لأ. تمام? هنكمل ونكمل. هنا وصلنا للجزء اللي هو ما كان في الخمسة من هنا. هندخل في كل واحدة من الغرز دي. هنعمل فيها تزايد. الغرزة الاصلية وغرزة التزايد. يبقى انا كده عندي هنا اتنين اربعة. يعني هيبقى عشرة. تمام? ستة. اهو. تمانية. تمانية. عشرة. اهو. دول الخمس غرز اللي احنا عملناهم. حطينا في كل واحدة منهم تزايد. فانا هنا بقى عندي عشر ايه? عشر غرز. بعد كده برضو هنكمل السطر لحد ما نوصل للجزء اللي هو في الاربع غرز. آآ كنا عاملينهم من السطر اللي فات. هنا يعني. اهو. الاربع غرز اللي احنا عملناهم هنا. وانا ماشي برضو معاكم بيه الخيط القطيفة. تمام? بصوا. اهي. ما فيش خرام. ما فيش اي حاجة. تمام? اهي. خليكي كده وانت بتشتغلي. مسيطرة على الغرزة. ما ينفعش هنا الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي طاق 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 على طول. لا. هنا محتاجة ان انت تمسيك ديكي كويس جدا في الشغل. هنيجي الاربع غرز اللي هما كنا عاملينهم. برضو هنعمل هنا في كل واحدة اتنين. اهي اجي اتنين. كده اربعة. ستة. عمت. تمانية. الخرزة اللي هي الاخيرة. اهي. تمانية. تمام? ليه? احنا عملنا هنا اتنين. يبقوا كده العشرة كاملين. هنيجي برضو هنا ونقفل على الغرزة. وهنبتجي نطلع برضو سلسلتين تاني. تمام? بصوا هيبقى عندك كده الشكل ايه ده? بصوا بقى لو نلاحظ هنا حاجة ان طبعا بالقطيفة الدايرة عندك كبرة اسرع. تمام? عشان كده لو انت بتعملي بالخيط دوت حاولي بعد ما احنا نخلص ده الجزء ده تزاودي سطرين او تلاتة. تزايد. احيان بصوا هيبقى عندك الشكل ده. طيب. بعد كده هنا هنعمل ايه? هنا ارتفعنا سلسلتين. هنعمل هنا عمود بالشكل دوت. وهنعمل فيه الغرزة اللي وراها اتنين. اهو كده. يعني عملنا العمود اللي احنا بنقفل عنده. عملنا عمود عادي. عمودين واحدة عادية وواحدة تزايد في نفس المكان. بعد كده هنكمل بقية السطر عادي بغرزة العمود اللي عندنا. ونكملها. طيب احنا هنا جينا لاخر غرزة. بصوا زي ما انتم شايفين كده لو احنا بصينا هنقدر ان احنا آآ نطلع الغرز اللي احنا اشتغلناها. اهي. بينين ان هما اللي اتنين مع بعض. مش محتاجة تحطش مركر. تمام? هنينجي بقى الاول غرزة من هنا. اللي هو فيه الجزء ده. هو الجزء ده كده مقسوم. فمعروف ان هو ده اللي انت بتشتغلي فيه. هنعمل عمود عادي. العمود اللي وراه هيبقى تزايد. حمشي هنا طريقة واحد اتنين. اهي واحد اتنين. واحد اتنين. بالشكل ده. حد ما يخلصوا الغرز اللي هي فيها. اهي واحد اتنين. اهي كده بالشكل ده. اهي. لسه في عمودين عندي اهمة. ادي واحد اتنين. لانهم كانوا عشرة. اهمة. فاضل بقى اخر اتنين اهمة. هعمل برضو. واحد اتنين. بالشكل ده. وطبعا هنكمل هنا بقية السطر عادي خالص. هنكمل بقية السطر بالاعمدة بتاعتنا. اهو. لحد ما نوصل للجزء ده. وصلنا هنا للجزء اللي هما كنا عاملينهم التمانية برضو. هنعمل نفس الكلام. هنعمل اهي عمود واحد اتنين. يعني تزايد. اهي عمود واحد اتنين. بالشكل ده. طبعا احنا كنا عاملين واحد اتنين من البداية من هنا. فكده يبقى السطر عندي مزبوط. اهي كده. اتنين. برضو هنا واحد. اتنين. الشكل دوت. اهي. وطبعا هنا هنقفل الايه? السطر. الشكل ده. هيبقى عندنا الشكل ده. طبعا انا برضو بكمل في الجزء التاني نفس الخطوات دي بالزبط. تمام? اهم حاجة في الشنطة دي القعدة. الجزء بقى ده هنرتفع هنا سلسلتين بعد ما قفلنا الجزء السطر. هنرتفع سلسلتين. هنا انا عندي احنا عملنا السطر اللي فات هنا واحد اتنين. ده. هنا بقى الجزء اللي هي فيها الغرزة العمود ده. ده هعمل فيه. ده هعمل فيه تزايد. اللي هي كان العمود لوحده. تمام? يبقى انا عندي واحد وبعدين هنا العمودين. ده العمود اللي واحده هعمل فيه التزايد والعمود التاني هخليه عادي خالص. هشتغل واحد. فوقي عمودين عاديين خالص. وهكمل بيه الشكل دوت طبعا لحد اخر السطر عشان نوصل ليه الجزء التاني اللي هو المفروض ان احنا هنحط فيه التزايد. هنا لو بصينا كده للجزء ده هنبص نلاقيه بصوا عامل كده خط هنا منفصل عن الجزء اللي هو الاساسي. عشان كده انا بقول لكم انتم مش محتاجين لماركر. تمام? هنا بقى الجزء اللي هو ده. انا عندي احنا ابتدينا السطر اللي فات عمود واحد اتنين. يبقى هنا هعمل عمود عمودين على العمود. يعني هعمل هنا فوق العمود العمود الاصلي وتزايد. اهي. وهعمل بعد كده واحد واحد. هنمشي اتنين اتنين. بس اتنين تزايد اتنين عادي. العمود احط اهي. فوقيه التزايد. العمود لوحده هحطه فوقيه تزايد. العمودين اللي مع بعض اشتغلهم اعمدة عادية خالص. تمام? اظن بقى يعني كده بش اسهل من كده. اهو. العمود لوحده تزايد. العمود اللي هم مع بعض اشتغلهم اعمدة عادية. اهي. اعمدة دي فيها تزايد. اشتغلها اعمدة عادية خالص. اهي. اهي. ده عمود لوحده. حط تزايد. وطبعا هينتهي كده السطر بتاعنا بالهم عفوا العمودين العاديين. كده بقى ايه كده احنا بنكمل السطر بتاعنا عادي خالص مش محتاجة بقى هنا ان انا ايه? اهي. خلاص? اهي. بالشكل ده كده. يبقى احنا هنا الجزء ده عملنا بداية السطر التزايد وبعد كده الاتنين عادي. اتنين تزايد. اتنين عمودة عادي. اتنين تزايد. لحد ما خلص. ايه? الجزء اللي عندي ده كله. هنكمل لحد لما نوصل برضو للجزء ده. برضو الجزء ده كنا بدقينه بعمود عادي. اهو. ده اللي هنعمل برضو فيه التزايد. بالشكل ده. اهو. واحد. واحد. تمام? اهو. هنكملهم. وكده كده احنا السطر عندنا. يعني لما بنشتغل. اهو السطر عندنا احنا هنكملهم بالبداية اللي احنا ابتدناها. يعني هنا اجي تزايد اجي واحد. اهو. اهو. هنش انا هنا استعجلت. اهي. واحد. العمودين العاديين فوقهم عمودة عادية. هنا تزايد. اهو. واحد. بصوا بقى هنا اتنين. بصوا بقى السطر عندي هنا. السطر عندي حينتهي هنا. واحد. اهو واحد. يعني اعمدة لوحدها. كده كده انا كنت بدي السطر بايه? بتزايد. وبعد كده اللي هما اللي اتنين. وابتدي بقى اقفل الايه? اقفل السطر على كده. وهرتفع برضو سلسلتين. تمام? الشكل ده. هيبقى عندك الشكل ده كده. هنا السطر عندي ارتفعنا سلسلتين. هنا بقى احنا كنا بدقين السطر هنا بتزايد. فطبعا هنا هاتطر اعمل هنا عادي اشتغل فوق التزايد ده. اعمدة عادية. بس المرة دي الاعمدة زادت عمود كمان. يبقى انا هنا هعمل واحد اتنين تلاتة. بعد كده هعمل تزايد. لان انا كنت المرة اللي فاتت. اهو. كنا عاملين واحد اتنين وبعد كده عملنا اتنين عمودين عاديين. هنا بقى احنا عايزين نزود. فهنعمل هنا واحد اتنين تلاتة وبعد كده اعمل تزايد. يبقى هنمشي هنا تلاتة اتنين. وهنكمل هنا لحد اخر السطر. هنا احنا كنا بدقين السطر عندنا بالتزايد. نفس الكلام هعمل واحد اتنين. اهو تلاتة. تلاتة اعمدة عادية. وفي العمود ده. بصو الغرز اهي بينه. قاجي اعمدة التزايد وقاجي اتنين اهم. اشتغلت تلاتة اعمدة عادية. وفي العمود ده هحط التزايد. بالشكل ده. واحد. اتنين. تلاتة تزايد. هنمشي هنا تلاتة اتنين. تلاتة اتنين. تمام? وهنكمل كده بالشكل ده لحد برضو ما نوصل لي الجزء التاني. هنا برضو نفس الكلام هنشتغل فوق الجزء اللي هو فيه التزايد. هنعمل برضو واحد. اتنين. تلاتة. وبردو هنا اتنين. تمام? اهي. لحد ما نخلص الجزء ده كله. واحنا اصلا كده كده احنا بدقين السطر بواحد اتنين تلاتة وتزايد. تمام? يبقى المفروض هنا الجزء ده هينتهي عندك بتزايد في الغرزة دي. بعد كده تقفلي السطر. تمام? اهو. عابت نهي معاكو برضو السطر عشان ما نتلغبطش. اهو انتهى هنا السطر معاكي. بايه? باتنين تزايد. هنقفل السطر. احنا اصلا كنا بدقين السطر هنا. اهو. فعندنا واحد اتنين تلاتة تزايد. عشان يبقى العدد معاكي كله مزبوط. بعد كده هنا برضو هنرتفع سلسلتين. اول عمود هنا ده هعمل فيه تزايد. اهو. اول عمود هيقابلني ده على طول هعمل فيه تزايد. بعد كده الاربع غرز البقين دول منهم اتنين عمود عاديين. هشتغل اتنين عمود عادي اهو واحد اتنين. واللي هما مع بعض دول هيبقى برضو اعمدة عادية. يبقى هنا هنمشي. اتنين اربعة. اتنين يعني هنا فيه تزايد. اربعة يعني غرز عادية. وحنكمل لحد اخر السطر. وصلت هنا لي الجزء ده. وهيبتدي هنا السطر عندي بتزايد. اهو. وحيبقى عندي الجزء ده اللي هو العمودين. هشتغلهم عادي. اهي. واللي هما اللي اتنين اللي مع بعض دول كل واحدة منهم هشتغل فوقيها عمود عادي. هنمشي هنا اتنين اربعة. اهي. بعد كده هنا اتنين. تزايد والاربعة العاديين. بالشكلة دعا. طبعا هنكرر لحد ما نوصل للجزء. ندف كده لحد ما نوصل للجزء اللي هنا ده. تمام? يبقى هنا احنا هنمشي. تزايد اربعة. تزايد اربعة. لحد ما نخلص الوحدة دي. ونخلص بقى الغرز هنا دي عادية. ونيجي بقى دي الجزء اللي احنا هنعمله من هنا. طبعا هنا انا بدأت السطر الجزيد من هنا. عملت غرزتين مع بعض. اربعة. اتنين اربعة. تزايد اهو اتنين اربعة. بعدين التزايد اللي هو غرزتين. وبعد كده هينتهي السطر عندي باربع اعمدة. بالشكل ده. بعد كده برضو هنعمل منزلقة. هنعمل برضو سلسلتين لفوق. هنا طبعا ان عندي هنا الجزء ده بديته باعمدة. يعني بتزايد. هنا هعمل عمود عادي. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. تزايد. طبعا هنكرر نفس الايه? هنمشي من هنا كده. وبرضو هنعمل خمسة من هنا. هنعد خمسة وبعدين نعمل تزايد. خمسة تزايد في الجزء ده. بصوا احنا نشوف بس الفرق بين المقاسين. اهو. هنا احنا قربنا ان احنا كمان ممكن كمان السطر ده وبعد كده نبتزي نكمل الشنطة. تمام? هنشوف بس المقاس قد ايه? ونكمل. هنا برضو حشرة هنعملت ايه? طبعا هنا لما وصلنا للجزء اللي عندنا دوت عملت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تزايد. اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تزايد. ده اللي بقى تمشي كده. اربعة عمود اتنين تزايد. اربعة عمود اتنين تزايد. وتبكملي بقى بقية تلقي السطر لحد ما نوصل لي الجزء ده. بعد ما بتخلصي الجزء اللي هو بتاع الخمس غرز وبعد كده تزايد. لو انت حابك كبري مسلا الموديل لو انت عاملها مسلا بخيوط تانية. ممكن تعملي تزايد وبعد كده ستة. برضو السطر اللي وراه سبعة وبعد كده تزايد. يعني لو حابة تكبري المقاس هتمشي على نفس الطريقة. طيب. دلوقتي احنا عايزين ان احنا احنا خلاص مفروض ان احنا خلصنا الدايرة. المفروض هنا بقى ان احنا هنشتغل ازاي? اه هتعملي برضو هترتفعي سلسلتين. هنا احنا مش هنشتغل من من بره عشان نعمل حزد من هنا ولا حاجة. لأ الموديل بتاعنا هيبقى عادي خالص. هنشتغل برضو آآ ورز عادية خالص. هوريهلكو بقى هنا عشان احنا هنا عايزين نوصل للشنطة. هوريكو برضو طريقة الشغل بالخيط عشان نمشي على الطريقة دي برضو. بصوا هنا كده لما نيجي نشتغل يعني احنا مسلا هنتخيل ان ده اخر سطر اللي هو اخر سطر احنا اشتغلناه في الدايرة. تمام? هنقفل بمنزلقة. هنبتجي نرتفع سلسلتين لفوق. تمام? اهم حاجة بقى عشان توصل للشنطة وتبقى آآ وقفة كده وسبتة زي ما قلنا الطريقة اللي احنا هنشتغل بها. هي هي نفس العواميد. الشنطة كلها عواميد ما فيهاش اي حاجة. اهم حاجة بس ان انت بتدخولي بالخيط زي ما قلت. لازم تسحبي كويس جدا الخيط. كده. اهو كده. الشكل ده. هتشتغلي داير وميدور من غير زيادات ولا اي حاجة. كده. اهم حاجة الخطوة بتاعت شدة الخيط دي. ليه? انا بص انا شغلها مفيش فيها اي خروم. ليه? لان انا بعمل ايه? بشد الخيط كويس. ده اللي هيخلي الشنطة معاك سبتة او مش هتحتاجي داعم ولا اي حاجة. احنا مش عايزين داعم عشان ما تبقاش الشنطة تقيلة. بان اللي هيوقف كمان الشنطة البطانة. البطانة هتختريها. آآ لازم تكون آآ قماش بتاعها سميك. يعني نبعد شوية عن البطانة الخفيفة. عايزين بطانة تكون تقيلة بحيس ان هي لما تتخيط في الشنطة. آآ تزبط الشنطة كويس. تمام? هي بصوا 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 بشتغل ازاي? اهي. بشد على الغرزة كويس جدا. وتطلعي تاني. اهو. وتشدي تاني. هي هتبقى متعبة شوية. بالنسبة لكم. بس قصادة اللي بيشتغلوا بسرعة. بس هتزبط معاك شكل الشنطة وحيفرق في شكلها جامد جدا. تمام? طبعا انا بقى هشتغل. وان شاء الله في الجزء التاني هنكمل مع بعض الوش بتاع الشنطة. وحنعمل الحاجات اللي هي العينين والحاجات دي. بالنسبة للعينين ممكن تشتغليها وممكن برضو تشتريها جهزة ما فيش مشكلة بس انا برضو هعملها وهورها لكم. وده ان شاء الله هيكون في الجزء التاني.